باقي معاكم معارك وبضولات زي هذا وانتصارات عظيمة وبعد هذه الوقفة سنتعرف على كيفية سيطرة قوات التحالف على ميناء المكلة بحرفية عالية حلو بحرفية عالية بس ها مش زي الحرفية حكا لأول طلع ما فيش ولا حوثي وتقولوا لنا حرفية شوفوا لكم مبرر ثاني غير الحوثي لأن الحوثي ما وصلش المكلة ولا حضرمو ابتكروا وبعدين أنا واثك في موضوع المواني المبررة موجودة وبعد يبدعوا وبعد يوجدوا أي مبرر هذا ميناء مش شو لعبوا وميناء المكلة أم مش مش حوثي انتبغوا معركة تطهير المكلة أو كما يحلل البعض أن يطلق عليها عاصفة الساحل أثارت الكثير من التساؤلات كيف تمت تلك المعركة وكيف تبخر تنظيم القاعدة في غضون ساعات ذلك التنظيم الذي لطالما أرعب العالم بعملياته الإرهابية السوداوية حالو جدا قلت لكم مبدعين ما يا حنابوش مبدعين في هذا الأمور مادم في أساع الميناء جزيرة اركان عليهم بابتكروا لك ابداع ابداع هذا المرة قالوا باسم القاعدة باسم القاعدة خاضوا وحررواها سبحان الله بدون أي خسائر بيقول لك التنظيم هذا الدول أرعب العالم تبخر سبحان الله كيف تبخر يعني له بخور عدني أنه بجلس يوم يومين لكن هذا تبخر بسهولة يعني يشوفه الذي يشتري من النوعية الرديئة تبخر التنظيم يمكن يخرج بين الشمس ويحاميه وتبخر بسرعة وخلاص بس في سؤال واحد كيف تمت تلك المعركة كيف تمت هذا المعركة الذي تبخر فيها التنظيم وسيطرته على ميناء مهم زي هذا وتركت تنظيم الميناء هذا بسهولة كيف عملته فكان أمامها ميناء الضبة المحتل من القاعدة فيه ثلاثة ملايين برميل نفط موجودة في المخازن وفيه أفراد القاعدة المحصنين بالطبع داخل الميناء وكما نلاحظ المساحة البحرية في المكلة وحوالين الميناء عريضة ويجب أن يكون الجميع بحذر واقتحمت قوات التحالف الجدار الأول للميناء في عملية متقنة دون تسجيل أي خسائر بشرية يا سبحان الله ولا أي خسائر حصلت يعني سيطروا على هذا الميناء الكبير والقاعدة كانت محصن في هذا القاعدة الذي أرعب العالم التنظيم ولا حصل أي خسائر أبداً يعني مع أن فيه بدرول كان نفط كم فيه؟ فيه ثلاثة ملايين برميل نفط موجودة في المخازن ثلاثة ملايين برميل يعني لو القاعدة بس فجروا برميل كان يحصل خسائر يعني لو راجموا بحجار ما يحصل خسائر يا أخي المبارا عندما تدخل المبارا بيخدوا خرج من المبارا في لاعب اثنين ثلاثة يعني مصابين وكسرة ولا ولا حاجة ولا أي خسائر ليش؟ ولا أي خسائر مع أنه تنظيم أرعب العالم لأنها معركة كانت ثريدي يعني بل كم بيترسموها بعثت قوات التحالف بنخبة ومجموعة من قناصيها وتعاملوا مباشرة في عملية أطلق عليها عملية الطلقة الواحدة وأصابوا مقاتلي تنظيم القاعدة بطلقات في الرأس أردتهم قتلى وصرعة في الحال معارك شرسة صراحة يا أخي يعني طحنا الطح بس ما فيش ولا أي لقطة حقيقية لهذا المعارك كل المعارك ثريدي وتصميم بالكمبيوتر وعشان كدانش بيقول لكم ما فيش أي خسائر لأنه ما أخسرواش حاجة وحق المصمم ويمكن الموظف عندهم يعني فالشهر يصمم له 6-7 معارك براتبة ولهذا ما أخسرواش أي حاجة وكلها صور من هذا بس بيني وبينكم تشتون صيحتي؟ غيروا المصمم هذا غيروا لأنه عمل تصميم ما عملش ملامحة القاعدة عمل كله نفس الميري الذي نفس المهاجم ونفس القاعدة بنفس اللبس لا إذا لكم غرض يعني معين وهوض من السياق واحد والشي واحد عادي لأنه المفروض يميزهم يعمل علامة ويعمل حاجة يعني يكون عمل احترافي حتى في هذا ما فيهاش احتراف لازم تتقنوه العمل وأيش سميتها؟ معركة أيش؟ عملية الطلقة الواحدة الطلقة الواحدة يعني فقط لكل واحد من أعضاء التنظيم القاعدة طلقة واحدة ما ماش ماله مش داخ يرجع يقول والله ما ما كفتني إش واحد أنا مصاب لا خلاص انتظر للمعركة الثانية أبو طلقة طيب ما فيش الله طلقة واحدة وانتو واحدة طلقة ثنتين ثلاث أما بعد ثلاث ما عاد بيش رجع تطلق ثلاث ما عاد يمفعش يرجع ترجمة نانسي قنقر